تعز لم ترتكب جرما حتى تعاقب بهذا الخذلان هذه الكلمات المخنوقة بالوجع جزء من حديث نشره الناتق الرسمي باسم الجيش الوطني في تعز العقيد منصور الحساني الذي اوضح بان قوات الجيش الوطني في المحافظة لم تتسلم رواتبها منذ عدة اشهر على خلاف باقي الجبهات مضيفا انهم سيتعاملون مع هذا الخذلان بمزيد من الصبر في سبيل المشروع الوطني الذي تقاتل تعز في سبيله خلال عام كثرت الاحاديث والتحليلات والتأويلات في اسباب التجاهل الذي تتعرض له المدينة ووحده الخذلان هو الثابت في المعادلة ايا كانت الاسباب لتبقى المدينة وحدة في مواجهة حرب الميليشيا المستعرة وطعنات الشرعية المتلاحقة كثرت الحملات الاعلامية المطالبة بفك الحصار وبقيت تعز محاصرة وتلاحقت الادانات لجرائم الميليشيا والثابت انه لا يكاد يمر يوم دون ان ترتكب الميليشيا بحق المدنيين مذبحة جديدة اشتركوا في القناة